إذا بدأنا مع حضرتك الحديث عن مخرجات مؤتمر أو قمة القاهرة للسلام بالأمس كيف تبعت هذه المخرجات وإلى أي مدى يمكن أن تضع بعض الحلول أو تفتح أفق سياسي لما يحدث في غزة طبعا الوضع على الأرض منتهب جدا سياسيا هل يمكن أن يكون هناك مصار سياسي يبنى على مخرجات قمة القاهرة للسلام يعني خلينا بداية نقول أن هذه القمة مهمة جدا وجاءت في توقيت دقيق جدا وتعد أنا بتقدير أنها اختراق دبلوماسي مصري بانتياز ونجاح كبير لأن يكون في وضع صعب في ظل تعنت الإدارة الأمريكية والدول الغربية لدعم الاحتلال الإسرائيلي وإسناده بشكل فج وشكل مفضوح باعتبار أنهم يدعمون الاحتلال لقتل المدنيين يعني هذه كارثة ترسل الطائرات وترسل حاملات الطائرات والدعم اللوجستي والعسكري لهذا الاحتلال الإسرائيلي بينما المواطنين والمستوطنين يهربون من ذلك وبالتالي مصر نجحت في لم جمع ما يقارب 32 دولة ومؤسسة ومنظمة دولية تحضر وتشارك على هذا الزخم الدولي هذا يعد انتصارا كبيرا جدا للدبلوماسية المصرية ولكن يجب أن يبنى عليه بالعادة المؤتمرات بمثل هذه الحجم هي ليست ملزمة للأطراف في التطبيق وبالتالي قوة الإلزام فيها هي كيفية أن تجعل التوصيات التي تخرج منها هي أداة ملزمة وفق نظرية تبادل المصالح أو المعاملة بالمثل تعال الولايات المتحدة ربما لا تلتزم أنا عندي 35 دولة عندي 30 دولة كل هؤلاء دول يعني مهمة ومؤثرة منظمات دولية في أوراق ضغطي يعني يمكن تضغط على الولايات المتحدة تضغط على دول العالم تقول لهم استوب يعني فيه هنا شعب وفقا للقانون الدولي وفقا لحقوق الإنسان منظمات حقوق الإنسان الدولية لأمم المتحدة للاتحاد الأوروبي وفقا للمثاق الأمم المتحدة الذي يعني وخصوصا اتفاقية جينيف الرابع الموقع عام 1949 في 12 أغسطس 49 تقول بشكل صريح حماية المدنيين عدم نقل المدنيين من مكانهم إلى مكان آخر سواء لدولة الاحتلال أو حتى لدولة محايدة وبالتالي عدم تعريضهم للخطر يجب إرسال معونات لهم فتح ممرات إنسانية وبالمناسبة الخطاب اللي لخصه يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاحية المؤتمر أنا أعتقد أنه هو وضع حلا كاملا لكل المسألة السياسية الفلسطينية ثلاث خطوات باختصار شديد خارط الطريق كما قال وثلاثة خطوات الخطوة الأولى فتح ممرات إنسانية مستدامة وفتح الممرات الإنسانية المستدامة أنا أعتقد أنها يعني لا تقتصر على الأكل والشرب والحاجات هاي هناك كارثة وأنا أعتقد أنه غزة الآن منكوبة مناطق منكوبة هذه المناطق التي تحتاج إلى تظافر دولة القصة ليس أكل طب هو أقول لك أرسله سلات غزائية كيف سيطبخ كيف سيشرب وقود بحتاجين وقود كعرباء محتاج وقود محتاج غاز أنا بيب الغاز محتاج وقود محتاج كهرباء لتسخين الماء على الأقل وهنا فكرة الاستدامة مهمة جدا يعني هي حتى الرئيس ركز على ثلاث كلمات مستدام وآمن وسريع بالضبط يعني إمدادات مستدامة وآمنة وسريع بالضبط طيب هي مساعدات إنسانية فقط لا احنا محتاجين أيضا مواد طبية مستشفيات متنقلة صحيح يعني مش مستشفيات ميدانية تعمل مستشفى هنا ولا تستطيع الوصول إليها المستشفيات المتنقلة أقصد عربات الإسعاف تكون من الشحنات الكبيرة مجهزة للعمليات وإيجاد مصابين مباشرة وتبدأ تتجول لما يصير في قصف تنتقل إلى المكان فورا بالسراير اللي فيها بالأجهزة اللي فيها وبالتالي هم محتاجين أيضا أجهزة اللي هو كسارات تكسر الأنقاض هناك أكثر من 1600 فلسطيني مفقودين وربما يكون جزء منهم تحت الأنقاض يعني أنا أبكاني أحد الأشخاص ويقول لي أنه إحنا زوجة أخي بدوروا على جثة زوجة أخي لقوا قدمها مرمي على بيت آخر ففيه كانت مأساة لذلك هذا هي البند الأول البند الآخر وقف اطلاق النار بشكل سريع